نقول أنه نحن نريد الانتخابات لأن الانتخابات حق للمواطن والخروج وقول وحرية التعبير حق للمواطن ويجب أن نختار لنا الحق في الانتخابات لنقول قولنا والانتخابات مثل مصارب 2007 مش عودة كبريت على سيادة الرئيس قال مش عودة كبريت وخلصنا نعم فيجب أن نأخذ دورنا في الانتخابات لأن الشعب مثل ما نحن رحنا 2006 للشعب ويجب أن نعود للشعب بتأكيد يعني أستاذ يوسر هذا ما نتمنى بتطبيقه على أرض الواقع كل التحية لجهودكم في حملة اخترناك الأستاذ يوسر الأطراش الناطقة باسم الحملة أشكرك جزيل شكرا وكل التحية لكل القائمين على هذه الحملة ومن برز من تفاعل لهم في هذه الحملة من أبناء شعبنا نقول مشاهدنا الكرام ونؤكد أيضا أن رغم أنف الخارجين عن الصبف الوطني الفلسطيني تستمر هذه الحملة وجاءت من قلب المحافظات الجنوبية رغم جراحهم رغم ألامي رغم التهديدات أيضا لتقول لسيادة الرئيس أنت الجدار الحصين أمام كل المؤامرات نحن معك قلبا وقالبا إلى هناك وصلنا لاختمري الفقرة بالعودة إلى استوديوهاتنا في رمالة واستكمال نشوى فلسطين هذا الصباح مع محمد وفرح يسع صباحكم نشري يسع صباحك بيداء كل شكر إليك ولضيفتك وأكيد للزبلاء العاملين في استوديوهاتنا في قطاع غزة في هذه الفقرة مشاهدين رح نتحدث عن اليوم العالمي للاحتفال طبعا بالأمان على الإنترنت عادة في شهر شباط تحديدا هو بصادف الخامس من أشباط وبتكون العديد من الفعليات في شهر شباط للاحتفال بهذا الأمر طبعا هذا العام كان شعار الاحتفال معا من أجل الإنترنت أفضل لتعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية للأطفال والشباب وفي هذا العام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع العديد من الجهازات الاختصاصات قامت بإنشاء مبادرة وطنية من أجل الأمان على الإنترنت كان فيه هناك العديد من الفعاليات أخرها كان يوم الجمعة الماضي بماراثون شارك فيه أكثر من 1500 شخص نتحدث عن تفاصيل لأكثر في هذا الموضوع بسعدنا أن نرحب بضيفنا هنا في الستوديو المهندس إبراهيم أبو بكر رئيس فريقا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسعد صباحك يسعد صباحكم صباح الخير لكم لجميع المشاهدين يسعد صباحك خلينا نتحدث عن الفعاليات اللي طبعا شهدناها خلال هذا الشهر بابتداء من الخامس من هذا الشهر وحتى اليوم تمام العالم بيحتفل في اليوم العالم من الأمان على الإنترنت هذا العام صارف أنه الخامس من شباط ولكن هو كل أول ثلاثاء من شهر شباط كل أول ثلاثاء من شهر شباط لكل عام فهذا السنة صارفت أن يكون في خمسة لكن السنة القادمة ممكن يكون في أربعة لكن هو المناسبة كل ثلاثاء من شهر شباط أول ثلاثاء من شهر شباط في كل عام يحتفل العالم باليوم العالم من الأمان على الإنترنت ومثل ما تفضلت أن تم تشكيل لجنة وطنية وزارة الاتصالات وجمعة النجاح وزارة التربية والتعليم وزارة الشؤون الاجتماعية النياب العامة الشرطة الفلسطينية وأيضا الورد فيجين الرؤية العالمية كلجنة وطنية ترعى هذا الحدث وتحتفل فيه سنويا لأننا فلسطين مثلا باقي الدول لازم نشارك العالم باحتفالات ومناسبات العالمية من أجل إن شاء الله ارتقانها بالدولة الفلسطينية وقيامها وعاصمتها الكدس الشريف إن شاء الله تم إطلاق مؤتمر صحفي يوم الاثنين أربعة اثنين مش خمسة هو صادف إنه خمسة لكن احنا اطلقناه بسبب إنه التزام للوزراء فكان يوم الاثنين في جامعة الاستقلال في مدينة تاريحة عقد مؤتمر صحفي وشارك فيه وزير الاتصالات وتخلال الجمال المادة الدكتور علام موسى وأيضا الدكتور إبراهيم الشار وزيرتين من الاجتماعية وحفل كان صراحة كبير جدا وابتهجنا من الحضور والغطاء الرسمي اللي كان للمؤتمر الصحفي وتم إطلاق فعالية الماراثون من أجل توصيل رسالة لكل المجتمع بأهمية الأمان على الإنترنت وتم تحديد حقيقة تم تحديد الماراثون في يوم خمسة عشرين اللي هي الجمعة ما قبل الماضية لكن بسبب الأحوال الجوية والظروف تم تأجيله للجمعة الماضية وشارك في الماراثون حوالي ألف خمسمائة متصابق وكانه ليس بالماراثون يعني سباق أنه فيه رقاض وفيه فائز لكن كانت هي الفكرة أنه مسير ويكون فيه هنا هي رسائل أكثر لنوص الرسائل للمجتمع أنه أهمية الإنترنت وحماية أطفالنا وأبنائنا على الإنترنت كثير موضوع لازم نحن نتبه له ونشارك فيه كل فئات المجتمع سواء كانت عائلات أطفال مؤسسات مجتمع متلين مجلسات حكومية فعليا هذه هي النقطة اللي بدنا نركز عليها مهندس إبراهيم إذا أردنا أن نقيم وضعنا في فلسطين والإنترنت في فلسطين بكل الجهود اللي عم بتقوموا فيها كوزارة التصالات وتكنولوجيا معلومات مع الجهات المختصة ووجود أيضا وحدة الجرائم الإلكترونية في فلسطين كيف ننقيم الإنترنت في فلسطين؟ هل هو آمن؟ وهل استخدامنا آمن؟ طلع إحنا كفلسطينيين مش كفلسطين كفلسطينيين الحمد لله رب العالمين أننا نتميز بأنه شعب فتي ونسبة الأمية عنا أقل من 3% وهذا بمكننا إحنا كفلسطينيين كشباب فلسطيني وفتيات فلسطينيات أننا ننافس ونشارك العالم في هذه الثورة التكنولوجية العمالها بتصير فإحنا كنسبة مساهمة في الإنترنت نسبة عالية جدا متقدمة على كثير من الدول فإحنا الحمد لله رب العالمين وضعنا منتاز جدا مقارنة مع كثير من الدول العربية وأيضا من الدول العالم غير العربية فإحنا بالنسبة لوضعنا الإنترنت هلأ بخصوص أنه يكون آمن أو مش آمن كإنترنت موجود عندنا بفلسطين وزارة الاتصالات أصدرت تعليماتها لجميع مزودين خدمات الإنترنت بضرورة توفير خدمة الإنترنت الآمن أو المفلتر لكل بيت حسب الطلب فإذا أنت ببيتك أو ببيتي أنا بدي إنترنت آمن مفلتر محمي من المواقع الضارة ما لأنه يحصل الفرد على إنترنت آمن أو مفلتر من هلأ ومن قبل إحنا شغالين ولكن ما معناه ما معناه حجب المواقع الضارة والإباحية هلأ إحنا لما نحكي إنترنت آمن أو إنترنت مفلتر لمين؟ الأطفال ما دون سن الثمنتاش لكن للبلغين هو قادر أن يميز الخبيث من الجيد خليلين نحكي لكن الأطفال معظم البيوت عندنا باستخدموا الإنترنت سواء كانت ألعاب سواء كانت الفيديوهات هم الأطفال بالأغلب وبالتالي من الواجب على رب الأسرة أنه يبحث كيف آلية حماية أطفالي أنا على الإنترنت لأنهم باستخدموا التابلت وباستخدموها للأسف لساعات طويلة ففي خدمة إنترنت مفلتر ممكن يطلبها من أي مزود بغض النظر منين هو شابك بطلب أنا بحكي لهم أنا بدي خدمة إنترنت مفلتر وسعرها بسيط جدا ورمزي وبالتالي بمنع وصول الأطفال للمواقع الإباحية مواقع المخدرات الألعاب الإكترونية الخطرة وكثير من المواقع الضارة وهذه الخدمة توفرة عنا في فلسطين لجميع المزودين خدمات الإنترنت مهندس إبراهيم يعني لما نتحدث عن الإنجازات نتحدث عن تراكمات في هذا الإطار وفي هذا الشأن ليس هذا العام الأول الذي يتم العمل عليه من أجل التوعية في الأمان على الإنترنت وبالتالي خلينا نتحدث أيضا عن تطور الحاصل لعنا في مجال الأمان على الإنترنت والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية خاصة لما نتحدث عن الشراكة مع المؤسسات المجتمعية مؤسسات التوعية وكذلك شركات الإنترنت المزودة طبعا لاستهداف هذه الفئات التي تحدثنا عنها الأطفال والشباب ما دون سن 18 نعم صحيح هذا دور الحكومي الحكومي ما بتيجي تحكي أنه أنا بدي أصدر تعليماتي والكل لازم يلزم فيها لا إحنا ما بنشتغل هيك كثير الناس بحكي لك أنه مفكر الحكومي عن جد هيك لكن إحنا بالأخص المؤسسات اللي بتلامس خدماتها المواطنين مباشرة لا كوزارة الاتصالات في لجنة وطنية وذكرنا مين أعضاء هاي اللجنة فيها قطاع أكاديمي فيها شرطي فيها شؤون الاجتماعية فيها الرؤية العالمية فهي اللجنة وطنية هي التي تقوم على إصدار ودراسة التعليمات بالمساندة لوزارة الاتصالات فوزارة الاتصالات اللي ما مثلا دا تحكي أنه فيه أنه مثلا نعمل إنترنت آمن ما بتتخذ القرار لوحدها العكس بالشراكة وبالتساؤل وبتعمل ورشات عمل كثيرة من أجل الخروج بقرار يمثل جميع فئات المجتمع هذا اللي منحكي عنه حاصل في عنا في الوزارة من كذا من أربعة خمسين من لحظة إنشاء فكرة السايبر سيكوريتي أو السيرت اللي هو فريق الاستجابة لطوال حسوب واليوم عندنا في وزارة الاتصالات مركز متخصص وتحدثنا عبر منصتكم مركز متخصص الاستجابة لطوال الحسوب وهو يسمى السيرت وهذا كان من الإنجازات الكبيرة اللي عملتها الوزارة بل بفلسطين لأنه كل دولة في العالم يجب أن يكون عندها طبعا نحن نحكي عن دول متقدمة واللي عندها نسبة نفاذ للإنترنت بشكل كبير يجب أن يكون عندها مركز متخصص الاستجابة لطوال الحسوب هذا المركز بيكون هو المسؤول الرئيسي والوحيد لصد الإختراقات اللي بتيجي على الدولة وبالتالي على التي تنتشر وتنكس على المؤسسات وعلى الأفراد وأيضا إصدار التعليمات والسياسات والمساهمة في بناء الاستراتيجية الوطنية للأمن المعلومات نعم مهندس إبراهيم من ضمن هالنصائح والتوصيات اللي بتوجوها للمواطنين أينما تواجدوا إيش ممكننا لنعطي بعض النصائح لمن يتابعنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين بكيفية الاستخدام الأمن للإنترنت تمام إحنا هناك الكثير من النشرات التي بنصدرها لكن من أهم النصائح اللي نحب نحكيها ونوجهها هي المراقبة الأبوية للأطفال هذا من أهم المواضيع اللي لازم إحنا نكون وأهم فلتر بالزبط يعني هي مثل ما أنت حكيت إذا كان الأطفال بمارسوا مثلا الألعاب الإلكترونية الخطرة يجب على الأم والأب أنه يطلع على شو اللي بيشتغلوا أولادهم صراحة مش بس هيك يحاولوا يوجدوا وقت لتنظيم استخدام الإنترنت ومش بس الإنترنت قد يكون مفصول يعني يحكي لك بعض الأحيان أب أنا فصلت للراوتر خليني يحكي لا اليوم معظم الألعاب أو موجودة على التابلت والآيباد والأمور هاي كتطبيقات يجب أن يكون أنه نظم وقت مخصص للأطفال وهذا الوقت صراحة بده شوي التعب من الأب يعني أنا كأب أحيانا بوجد صعوبة مثلا أني أنا أخصص وقت مثلا لبنتي أو لأولادي أني مثلا أقعد معهم أشاركهم حياة طبيعية بغض النظر عن الأجهزة الخلوية والمحمولة واستخدام التطبيقات فهذا إشي ضروري أنه مساهمة الآباء لنشاطات أولادهم مش أنه خلال سلموا هالآيباد وخليه زي ما بحكوها يفك عني لا هاي للأسف منصيبي كمان أنه مراقبة الاستخدام الإنترنت للتطبيقات إيش لأولاد بيفتحوا كمان تفعيل خدمات الإنترنت المفلتر يعني هذا أقل واجب خليه نحكي أنه يتخذ هاي الإجراءات في بيته علاوة عن ذلك أنه لازم إحنا نحطاط ككبار هلا نحكي مش كأطفال نحطاط لتطبيقات اللي إحنا بنستخدمها فمثلا كثير للأسف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك بالأحرى يعني للأسف نلقى تفاعل كبير مع صفحات المنصق وصفحات الناطقين الرسميين باسم الجيش الاحتلال للأسف هذا يعني كلة وعي لدى الشباب الفلسطيني بأنه يعني يتعامل مع عدونا قاتل أخوه قاتل بنته قاتل ابنه للأسف هاي يجب أن يكون فيه عندنا هنا نرفع نسبة هالوعي إحنا كشباب كناس متعامل مع هذول الصفحات هدفها بالأول وبالآخر استخباراتي جمع معلومات استغلال الظروف وبالتالي هذا عدو واحتلال لازم إحنا نكون دايرين بالنا شوي بالخصوص بالجانب هذا والأخص التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي بتاعت الاحتلال جميل طيب وكيف بتشوفوا تفاعل للأهل هاي الرسائل وهاي النصائح طبعا من خلال ورشات العمل اللي بتقدموها من خلال رسائلكم اللي اختلفة من كل الفعاليات وعبر مواقعكم أيضا هل هناك فيه التزام بتشوفوا وتطور حادث فعلا على أرض الواقع هلأ صراحة احنا منلمس اهتمام كبير يعني لما نحكي في هذا الموضوع من لاكي انه فيه انتباه بنشدوا الناس كثير لإلنا سواء في ورشات العمل في ورشات عمل سواء في نشرات في كثير من المواقف بتلاحظ انه فيه اهتمام كبير عالي جدا انه الكل بده يسمعك الكل حابب يسمعها المعلومات لكن وإحنا أحيانا التطبيق منيحطي كيف التطبيق لكن بدك للأحلي يشاركوك في هذا الموضوع أحيانا في التنفيذ بيكون ما فيه التزام للأسف فإحنا الالتزام بيجي ذاتي يعني إذا انت بدك مساعدة فيه عندنا واحدة الجرامة الإلكترونية موجودة فيه عندنا كوازات اتصالات فيه عندنا في جامعة النجاح المبادرة يعني فيه عندنا جهات ممكن الواحد يلجأها عساس انه يساعدوا في التطبيق والالتزام في هاي التعليمات لكن للأسف مثل ما حكيت لك انه فيه انتباه فيه اهتمام كبير جدا لكن الالتزام شوي بده نرتقي فيه شوي يعني منتمنى انه تكون وصلة الرسالة لكل من يتابعنا بان نلتزام لانه بالآخر هاي مصائح لألنا راح تفيدنا احنا راح تحوض بالفائدة على المجتمع ككل شكرا جزيلا لك على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات مهندس إبراهيم أبو بكر رئيس فريقا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شكرا لك شكرا لك اكيد مواصلين بفقراتنا من شوارنا الصباحي لهذا اليوم ولكن بعد فاصل قصير شكرا لك شكرا لك صباح الخير من جديد وأهلا بكل من انضملنا في فلسطين هذا الصباح إلى محطة جديدة نتحدث فيها عن سند للإرشاد الشبابي المبادرة لأطلقتها مؤسسة الرؤية الفلسطينية والتي تهدف لتمكين طلبات الجامعات الفلسطينية من خلال خلق فرص تطوعية تهدف إلى خلق فرص عمل بتعود بالفائدة على جميع القطاعات وتحديدا نتحدث عن قطاع تعليمي في العاصمة طبعا في العاصمة المحتلة والطلبة المقدسيين طبعا مقابل هذا التطوع يمكن الحصول على منحة جامعية دراسية كذلك تعمل المبادرة على تقديم الدعم النفسي والأكاديمي لطلبة المدارس في القدس ورفع مستوياتهم التعليمية والنفسية والاجتماعية تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة مع ضيفنا هنا في الستوديو باسم بني شمسة مدير برنامج التعليم في مؤسسة الرؤية الفلسطينية يسعد صباحك أهلا وسهلا سعد صباحك أهلا وسهلا بداية نعم بداية نحكي عن هذه المبادرة دوافع أيضا التفكير فيها والأسباب اللي دفعتكم للخروج بهذه المبادرة يسعد صباحكم جميعا مبادرة سند اللي أطلقتها مؤسسة الرؤية الفلسطينية داخل مدينة القدس هي جزء من العمل اللي بتكون فيه مؤسسة الرؤية الفلسطينية داخل المدينة للاحتياج الملح لأهلنا بالقدس بكافة القطاعات هاي يعني المفروض أنه الجميع يؤمن بهاي النقطة نعم الاحتياج الثاني هي المبادرة بتنطلق لها ثلاثة احتياجات رئيسية اللي هي البطالة واللي تمكين طلاب جامعيين لأنهم يدخلوا سوق العمل هاي بتحد من موضوع البطالة بشكل رئيسي نعم اثنين وضع الطلب المقدسيين بإطار التعليم طلبة المدارس في موضوع التسرب المدرسي وبموضوع الفرص اللي ممكن يوخدوها داخل مدينة القدس بهذا الإطار الموضوع الثالث اللي هي طرق وأساليب تعليمية جديدة ودعم التعليم بفلسطين من خلال وزارة التربية والتعليم والمدارس اللي تابعة لوزارة التربية والتعليم بهذا الإطار بس ما لفتني في أي المبادرة هو التركيز على الجانب النفسي اللي احنا في معظم الأوقات نغفله نوعا ما ومش متعودين عليك ثقافة في مجتمعنا الفلسطيني فبالتالي إذا بدنا نحكي عن دعم الطلاب وتمكينهم من ناحية نفسية كيف بتم العمل في هذه الزاوية؟ هي المبادرة نفسي اجتماعي أكاديمي بشكل رئيسي نشتغل مع طلبة الجامعات لعدة مواضيع تدريبية من ضمنها في المرحلة الأولى من ممكن طلبة الجامعات من المهارات الحياتية بالدرجة الدانية من التدخلات مع طلبة المدارس يعني مراحل نمو الطفل كيف نمكن نتعامل مع الأطفال بمرحلة معينة إذا وجهتهم إشكاليات محددة بعملهم داخل المدارس اللي هي بتسبب بالأساس اللي هي التسرب المدرسي وكما بنعرف أنه التسرب المدرسي هو جزء منه أكاديمي جزء منه نفسي اجتماعي ممكن تنمر ممكن عنف بتعرضون طلبتنا في المدارس فنحن نمكن طلبة الجامعات للتدخل مع مجموعة من الطلاب اللي ضعاف أكاديميا من ناحية نفسية بالبداية ومن ناحية إرشادية وبالجزء الآخر من ناحية أكاديمية لتمكينهم بشكل أكبر ممكن نحكي كمان نتطرق لبعض المشاكل والتحديات بشكل ملموس اللي فعلا بواجهوها الطلبة المقدسيين واللي المبادرة بتسعى لطبعا حل هذه المشاكل ومساعدتهم على تخطيها تمام اختيارنا للمدارس داخل مدينة الكدس احنا داخل الجدار في مدينة الكدس بنشتغل ومختارين مواقع من المدارس اللي هي أكثر احتياجا في مناطق سلوان في مناطق العسوية في مناطق البلد القديمة لكثرة المعاناة اللي بعنوها الطلاب في هاي المناطق من عدة نواحي نواحي احتلالية نواحي اجتماعية نواحي نفسية فبنعرف طلبة المدارس في القدس خليني اسميها بهذه العبارة شوي ملخبطين مستقبلهم غير واضح بشكل رئيسي مش زي باقي الطلبة في المدارس الدانية يعني الظروف الاقتصادية والظروف السياسية والظروف الاجتماعية وتنوع المدارس وتنوع المنهاج التعليمي داخل مدينة الكدس في عنا مدارس تابع على البلدية الإسرائيلية في عنا مدارس تابع على الأوقاف في عنا مدارس خاصة وفي عنا مدارس تابع على وزارة التربية والتعليم بشكل رئيسي احنا استهدفنا الطلاب اللي تابعين لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع قسم الإرشاد في وزارة التربية والتعليم انتقينا مجموعة من المدارس في المناطق المهمشة وحددنا معايير ضمن معايير طبعا وحددنا معايير لانتقاء الطلاب داخل هاي المدارس انه تحصيل الأكاديمي يكون متوسط لمتدني هو عنده أعباء مالية نوعا ما بهذا الإطار وكمان كان في عنا معايير لاختريار طلبة الجامعات طلبة الجامعات يعملوا تدخلات لهضولة طلب المدارس بعد ما نمكنهم من قبل خبراء بشكل رئيسي فاحنا تقريبا مستهدفين 120 طالب من طلبة المدارس كم عدد المدارس؟ يعني تقريبا في عنا عشر مدارس مستهدفين من خلالها 120 طالب مدرسي الأكثر احتياجا وطلبة الجامعات مستهدفين 80 طالب جامعي 80 طالب جامعي المستهدفين هم كمان بناء على معايير سنة ثالثة سنة رابعة هو بحاجة لأمور مالية انه احنا بنا نقدم له منحة بس مقابل هاي المنحة كجزء من الانتماء والمواطنة والمواطن الفاعل والمواطن الصالح انه كمان هاي المنحة بدك تقدم بدك تخدم واجتماعك وهاي نقطة مهمة يعني بدنا نتحدث عنها بشكل تفصيلي فكرة التطوع ولكن قبلها بما اننا نتحدث عن الطلاب بدي اتوقف مع طلاب المدارس ايضا الطلاب اللي بعانوا من صعوبات تعلم لم يستثنوا من هذه المبادرة مهم نعرف عنهم كيف عم بتم التعامل معهم من هون كمان نحكي عن كوادر وتواقم عم بتحاول انها تقدم لهم المساعدة فبالتالي في عنا قدرات فلسطينية قادرة على انها تغير للأفضل طبعا القدرات الفلسطينية موجودة ولكن هاي الطلاب اللي هي عندها صعوبة التعلم احنا بشكل رئيسي مستهدفينها ما استثنيناها لانه اذا بدنا نستثنيها ونكون في صعوبة في العمل مع هذول الطلاب احنا ما بدنا نشتغل معاهم مين بيشتغل معاهم احنا وجودنا كمؤسسات موجودة للناس الاكثر احتياجا مش موجودين عشان نقول والله انجزنا لانه جبنا الطلاب المتميزين وهدول رفعوا من قيمة المشروع او رفعوا من قيمة المبادرة زي بعض المؤسسات احنا لا بناخد العبع على حالنا ان نشوف الطلاب الاكثر احتياجا فهدول احنا ماشين معهم اللي موجودين فيهم صعوبة التعلم مش مستثنيينهم زي ما حضرتك ذاكيرتي والاشي التاني الخبراء اللي موجودين معنا وموجود خبراء في فلسطين حتى مش يعني على مستوى العالم العربي في نواحي تعليمية في نواحي رشادي موجود خبراء فلسطينيين فاحنا انتقينا مجموعة من الخبراء اللي يمشوا مع طلبة الجامعات على المهارات الحياتية اساليب التعليم اساليب التعلم كيفية التعامل مع طلاب صعوبات التعلم بهذا الاطار مراحل نمو الطفل والطفل في مرحلة الصف الاول في مرحلة الصف التاني احنا مستهدفين من ثالث لسادس شو بحاجة شو الاشياء اللي لازم يكتسبها شو الاشياء اللي لازم نقدم كيف لازم نقدم لهذا الطالب بشكل رئيسي ايضا يعني شو هي المواد اللي تم التركيز عليها المواد التعليمية في المدارس المواضيع النفسية اجتماعية ما التركيز على طلبة الجامعات انتقيناهم انهم ينموا اكاديميا العربي والرياضيات واللغة الانجليزية بشكل رئيسي فهم رح ينموا في هذا المجال ويشتغلوا مع طالبين فقط او مع ثلاث طلاب فالموضوع كمان احنا دارسينه انه ما يكونش الطالب الجامعي قدامه عشرين ولا ثلاثين صف مدرسي هي تدخل مباشر كمان بتدخل اهتمام اكثر كمان بيعطي مساحة اكثر اهتمام اكثر وبتدخل الاهل يعني الاهل كمان في عنا اجتماعات كانت مسبقة مع الاهل حول دراسة احتياجات ابنائهم كيف انتوا لازم تدعموا هاي المبادرة فالاهل لما يشوفوا انه في حدا طالب جامعي متمكن قادر على انه يشتغل مع ابنائهم ابنائهم في عندهم احتياج او نقص في نواحي معينة فاحنا شبكنا بهذه الموضوعين فالاهل كانوا داعمين لهذه النقطة لانه ابنائهم ينتقلوا لمراحل متقدمة في التعليم ويحلوا المشاكل الاجتماعية الموجودة عندهم بس ما اخيرا نحكي عن فكرة التطوع اهميتها في هذه المبادرة لما منعلم الطلاب سواء كانوا في المدرسة او حتى في الجامعة انهم يقدموا ما عليهم من واجبات ويتحملوا مسؤوليات حتى ايضا يلاقوهم مقابل بعود عليهم بالفائدة لاي مدى مهم وكيف عم بنخرطوا فيها تماما انا بدي احكي عن الفكرة كفكرة الفكرة كفكرة سابقا لما كنا نتطوع مع المؤسسات في 2000 و 2001 نتطوع في المجتمع كنا نتطوع وكانوا الكبار في العمر واهلنا يجوا يحكو لنا انت قاعدة بتطوع على ايش قاعدة بتطوع على فلان وقاعدة بتطوع على علان وقاعدين بتضحكوا عليك هاي النقاط بتضيع وقتك اه بتضيع وقتك هاي النقاط اللي دارجي بعد ما تقدمنا في هذا الموضوع موضوع التطوع درسنا اكتشفنا انه احنا ما من نتطوع فقط لخدمة المجتمع او خدمة الناس او ينضحك علينا في شقين في العملية التطوعية حسب نظرية معينة بتصير الشق الاول اللي هي خدمة النفس وخدمة الذات والشق التاني اللي هي الخدمة المجتمعية بهذا الاطار لو للعمليات التطوعية لما كان في عنا علاقات مع الناس لما استفدنا صحيح من التجربة فانا من هذا المنطلق احنا من امن في عملية التطوع كتعلم من خلال الخدمة او التعلم من خلال التطبيق service learning فاحنا طلبت الجامعات حاليا انه هاي المنحة اللي بنعطيهم اياها بالمقابل انك انت لازم تقدم للمجتمع ولو صارت هاي النظرية او هاي المنظومة موجودة في كل المجتمع الفلسطيني بطلنا محتاجين لتمويل كبير بطلنا محتاجين لفرص كبيرة فهي جزء منها هاي مبادرة او فكر لازم ينتشر في المجتمع الفلسطيني حضراتكم اعلاميين موجودين هنا بالمحطة بالتلفزيون الفلسطين هي العام الإذاع والتلفزيون الفلسطيني في طلبة مدارس بحاجة لإعلام على سبيل المثال فهذا التقديم اللي من الدافع الذاتي مقابل اني انا اخذ مقابل ولكن في المجتمع هو بطلب مني احتياجات محددة هاي المنظومة اذا بتصير الكل بخدم الكل واحنا بنشتغل على المواطن الصالح بشكل رئيسي المنح موجودة واحنا كنا قادرين مع اليو ان دي بي اللي هم المسؤولين عن هاي المبادرة انه نيجي نقول هاي تبرعهم ثمانين منح على طلب المقدسيين دون مقابل بس احنا فكرنا انه خلينا نعزز العمل التطوعي انه انت لازم تقدم للبلد ولازم تقدم للطلاب بناء لخبرتك نعم وكيف شفتوا اقبال الطلاب كمان يعني طلاب الجامعات اللي هما متشجعين على هذه الفكرة مبسوطين ايضا على الفكر التطوع قبل انهم هما يحصلوا ايضا على المنحة الفكرة كفكر التطوع وخدمي للمجتمع المقدسي هم مبسوطين على ثلاثة اشياء بصراحة اول شيء مبسوطين منه انه في حدا في السنة الثالثة والرابعة جابهم اعطاهم تدريبات مكنهم لانهم يقدروا يدخلوا سوق العمل مراحل التعلم والاساليب كيف تتعلمها مع الطلاب هاي النقطة الاولى اللي مبسوطين عليها النقطة الثانية في حدا بدوا يقدم لهم منحة والنقطة الثالثة اللي هو الرضا الداخلي عند هذول الطلب الجامعيين انه انا كعمالي بخدم انا عمالي بقدم لطالب مدرسي انا عمالي بنمي هذا الطالب المدرسي لما يشوف الفروقات انه هذا الطالب كان معرض للتسرب خلال شهر شهرين ثلاث سنة انا جيت ساعته وهو مكمل في مراحله التعليمية ومتفوق في حياته العملية والحياته المهنية فهي الثلاث نقاط اللي طالب الجامعة مبسوط او سعيد فيها من ضمن هاي المبادرة جميل جدا احنا بانتظار ان نسمع قصص النجاح والتجربة اللي مروا فيها الطلب بسبق كانوا من المدارس او من الجامعات مع هذه المبادرة شكرا جزيلا على وجودك معنا وجهودكم اكيد مباركة باسم بني شمسة مدير برنامج التعليم في مؤسسة الرؤية الفلسطينية شكرا جزيلا شكرا لك اكيد فرح رح ننتقل زميلتنا عارين العملي اللي رح طبعا توضعنا في تفاصيل الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف طبعا هذه الذكرى الأليمة التي تمر علينا في ظروف ليست بالسهلة كما دائما الاحتلال يعني يفرض على الفلسطينيين وعلى كل ما هو فلسطيني من مكونات دائما الظروف الصعبة ويستهدف كل طبعا مكونات الحياة في فلسطين في مثل هذا اليوم محمد عام 94 تحديدا صلاة فجر يوم الجمعة كان يومها الخامس عشر من رمضان استشهد تسعة وعشرين مصليا أكثر من مائة وخمسين جريح بسبب المجزرة والجريمة اللي ارتكبها المستوطن جولدشتاين في الحرم الإبراهيمي آنذاك تفاصيل أكثر رح تكون مع زملتنا عارين العاملة اللي بتنضملنا من هناك صباح الخير لك يا عارين صباح الخير عارين صباح الخير لك محمد وصباح الخير لك فرح ومشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة التي أعددناها لكم خصيصا من الخليل لنذكر العالم بها بتفاصيل مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف والذكرى الخامسة والعشرين لها هذه الذكرى التي لا تغيب عن أذهان الفلسطينيين وعن أهل الخليل خاصة وأنها خلفت وراءها من الضلال السلبية الكثير من شهداء وجرحة وكذلك سياسات الأمر الواقع التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف من تقسيم وتضييق وحواجز متفرقة ونقاط تفتيش انتهاكات كثيرة منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي وحتى يومنا هذا لازالت تشهدها الخليل التي تعد مربع أمني للإسرائيليين ويحاول الإسرائيليين فرض سياسة الأمر الواقع وتهجير كل ما يحيط بمحيط الحرم الإبراهيمي الشريف والبلد القديم الحديث أكثر عن تفاصيل هذه المجزرة والذكرى الأليمة ينضم إلينا هذا الصباح السيد جمال أبو عرام وهو مدير أوقاف الخليل صباح الخير لك سيد جمال وأهلا بك معنا في هذا الصباح الصباح الخير لك والسادة المشاهدين الرحمة للشهداء والشفاء للجرحة والحرية لأسرانا نحن في هذا الصباح نعتذر عن هذا ليش هيك صار نعتذر عن هذا الخلل الفني من المصدر وبالتأكيد سنعود للزميلة سنعود للزميلة عرين العملة حال جهوزها فصل قصير ومن ثم نتابع وإياكم هذه الجولة الصباحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا في تلك المنطقة يفرض الاحتلال أيضا بعض التشويشات بسبب وجود الشبكات الإسرائيلية لكن نعود الآن إلى زميلتنا عرين العملي إليك أيضا مرة أخرى عرين الكلمة والتفاصيل نعم محمد مرحبا بك من جديد ومرحبا بالزملاء في الأسد وبكافة أستاذ المشاهدين والمشاهدات بالفعل أنا أعتلي الآن سطوح مبنى تكية سيدنا إبراهيم والمشارفة للحرم الإبراهيمي الشريف كنا نود أن نكون معكم من داخل الحرم الإبراهيمي الشريف إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض منع لوسائل الإعلام من دخول الحرم أو حتى الاقتراب منه والتصوير فاضطررنا لأن نخرج لكم بهذه الصورة من هنا من جانب الحرم الإبراهيمي الشريف خلف الحواجز العسكرية التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي لمنع الفلسطينيين والمواطنين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف نعود أياكم مشاهدنا الكرام لتحدث مع سيد جمال أبو عرام مدير أوقاف الخليل والذي كنا قد بدأنا في سؤاله عن ما يجب أن نذكر العالم به في مثل هذا اليوم خصوصا اليوم الذي يتزامن مع ذكرى مجدرة الحرم الإبراهيمي الشريف وما يخلفه إلى اليوم هذه الذكرى وما تخلفه لها لليوم على الفلسطينيين من ظلال سلبية تفضل أستاذ جمال إيساد صباحك صباح السادة المستمعين نؤكد على رسالتنا لهذا اليوم نقول أننا بهذا التاريخ ولا زال التاريخ يعيد نفسه بهذه الذكرى الأليمة التي نستفيق عليها في صباح كل عام من هذا التاريخ الخامس والعشرين من الشباط هذه الذكرى الأليمة التي يمر عليها خمس وعشرين عام والتي كانت في فجر يوم الجمعة من الخامس عشر من شهر رمضان لعام ألف واربعمائة واربع عشر للهجرة حيث في هذا المكان في حرم سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما باغت صهيوني مستوطن صهيوني حاقد وصب رصاص حقده على المصلين السجد الرقوع تحت مرأة من الاحتلال وتحت مشهد من الاحتلال وهم يحيطون بالحرم في تلك الليلة الرسالة هو تفريغ الحرم الإبراهيمي الشريف والتي لازلنا نعيش هذه الرسالة التي يريدها الاحتلال أن يفرغ الحرم الإبراهيمي الشريف من المصلين يفرغ الحرم الإبراهيمي الشريف من المسلمين فجاءت هذه الجريمة لترتكب في صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في فجر ذلك اليوم الجمعة ترتب عليها إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف والتي نتج عنها 29 شهيد في باحات الحرم الإبراهيمي الشريف وما زاد عن 50 من الجرحة ترتب عليها إغلاق الحرم لمدة 8 شهور عقب الضحية وجوزية الجلاد عندما تم تشكيل لجنة تحقيق ضلالية من قبل الاحتلال هذه اللجنة كان يرأسها شمقار والتي فرضت السيادة المغطرصة على 65% من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف والتي لازمنا لليوم نعاني منها من تقسيمات هذا الحرم نحرم من دخول الحرم بأجزائه الكاملة طوال العام فقط ندخل هذه الأجزاء لمدة 10 أيام أستاذ جمال هناك تقسيم زمني ومكاني للحرم الإبراهيمي الشريف ولمحيطه أيضا يشهده المواطنين هنا في الحرم الإبراهيمي مؤخرا الاحتلال الإسرائيلي عمل على إيقاف عمل بعثة التواجد الدولي هنا في الخليل والتي كانت تعمل هنا في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف وفي أزقة البلدة القديمة وفي الأماكن التي على تماس مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي كيف تقرأ المشهد؟ يعني حقيقة نقرأ المشهد من خلال ما نتج عن هذه المجزرة من آثار أليمة آثار في قلوب الآباء والأمهات لفقدان شهداء آثار لجرح لازال الرصاص في أجسادهم آثار سياسية بتكبيل هذا الحرم وكأننا ندخل ثكنة عسكرية بوابات حواجز على الأبواب التشديد على الموظفين في دخولهم وخروجهم من الحرم الإبراهيمي الشريف آثار اقتصادية ألمت بمدينة الخليل عامة وبالبلدة القديمة وبجوار الحرم خاصة بالإغلاقات التي شملت ما فوق ألف ومئة محل تجاري آثار اجتماعية عندما تقطعت الأوصال بين الأهل وبين الأقارب داخل البلدة القديمة وداخل الحواجز وخارجها في تلك الفترة الطويلة ما بين المجزرة إلى يومنا هذا ترتكب عدة جرائم من قبل المستوطنين بالاعتداء على العائلات بالاعتداء على البيوت بالاعتداء على المحلات التجارية وبالاعتداء أيضا على المساجد المغلقة لا زالت لليوم التواجد الدولي الذي كان متواجد كان يوثق هذه الاعتداءات وخرج له بتوثيق وتقرير بأن الاحتلال يتغطرس والمستوطنين المجرمون في البلدة القديمة وفي الحرم الإبراهيمي الشريف لم يرق لهذا الاحتلال هذا التقرير فنتج عنه إبعاده وتوقيفه هذه البعثة المتواجدة ونحن نتحذر بكل حذر من هذا العمل الذي أدى إلى توقيف البعثة الدولية ونحن بتعليمات من سماحة الشيخ يوسف الدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية كل يوم رسالتنا متواصلة مع سماحة الشيخ وعطفة الوكيل والوكلاء بأننا نقوم باتخاذ كافة الاحتياطات في الحرم الإبراهيمي الشريف للحفاظ على المصلين والقادمين والزوار والرواد من خلال إضافة عدد من الموظفين في الحرم الإبراهيمي من الخدم من السدنة من المترجمين من الاستقبل ومن العلاقات العامة ومن الإعلام لكي نحافظ على التواجد داخل الحرم الإبراهيمي الشريف وإن منعت بعثة التواجد الدولي ولكن نقول نحن هنا باقون وعلى حرمنا محافظون يعني بالتزامن مع ذكر مجدرة الحرم الإبراهيمي الشريف في هذا التوقيت بالتحديد قبل أيام هناك اقتحام وتسلل لأحد المستوطنين المتطرفين ليجده المصلون على رؤوسهم أثناء تواجدهم في الحرم الإبراهيمي الشريف في القسم الذي يتبع للمسلمين الذي لم يتم السيطرة عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي كيف تفسر هذه الحادثة بوجود جنود إسرائيليين يمنعون المستوطنين أو يدعون منعهم من دخول القسم المخصص للفلسطينيين منذ اللحظات الأولى لتوقيف بعثة التواجد الدولي في البلدة القديمة ونحن على حسبان من أن يكون مثل هذا التصرف فما كان من هذا المستوطن في صباح يوم الجمعة ونحن المتواجدون في الحرم الإبراهيمي الشريف عندما كان قام أحد المستوطنين بتجاوز بعض الحواجز الذي يدعي الاحتلال أنه يضعها حماية للمصلين أو حفاظا بالعكس يضعونها حفاظا على أمنهم وليس لهم أي اهتمام للمصلين بدليل أنهم كانوا هناك على مرأة من العين ووقوفنا وجودنا كان هناك التضييق والتشديد على دخول المصلين للحرم فكان هذا التسرب لدخول هذا المستوطن حقيقة شكل خطير جدا على حياة المصلين ولولا عناية الله عز وجل وتواجد الحراس في ذلك المكان لوقع ما لا يحمد عقبه أستاذ جمال قبيل ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي وبعدها بأيام يتضاعف ويلحظ المواطنون هنا في مدينة الخليل التشديدات الأمنية والتضييقات على الحواجز وطلب الهوية بين متر ومتر بين جندي وآخر كل هذا التشديد هو تخوف مما سيحدث في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف أم هو مزيد من فرض سياسة الأمر الواقع للاحتلال الإسرائيلي الذي يتخوف من مستوطنيه ربما ارتكاب جرائم مماثلة يعني حقيقة ما يحصل في الحرم الإبراهيمي الشريف لم يرق لا لاحتلال ولا للمستوطنين فنحن منذ فترة طويلة وبتعليمات من سماعة الشيخ وزير الأوقاف وشؤون الدنية الشيخ يوسف الدعيس والوكيل والوكلاء المساعدون أن نحيي الحرم الإبراهيمي الشريف أن نجعل التواجد في الحرم الإبراهيمي الشريف في كل الأوقات فجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا العمل لم يرق لاحتلال أن يرى هذه الجموع الكبيرة تتوافد على الحرم الإبراهيمي الشريف فهناك نقرأها رسالتان للاحتلال الرسالة الأولى أنه لا يرغب بهذا التواجد أن يكون بهذا الكمب الحرم الإبراهيمي الشريف والرسالة الثانية أنه يريد أن يمرر ويلبي رغبات المستوطنين بالاستكمال والتشديد لاستكمال اجتزاء أو السيطرة على أجزاء أخرى من الحرم الإبراهيمي الشريف إذن أستاذ جمال نلحظ ونشاهد في هذه الصورة التي يتم التقاطها في هذه اللحظات كيف أن الحرم الإبراهيمي الشريف يظهر من هذه البوابة التي يدخلها المواطنون الفلسطينيون وكل من يأتي لزيارة الحرم الإبراهيمي الشريف في دقيقة سيد جمال لو تحدثني عن دوركم في وزارة الأوقاف لحماية المسجد الإبراهيمي ولخدمة كل من يأتي لهذا الحرم قاصدا الله سبحانه وتعالى أو قاصدا التراث والتاريخ الذي يمثله هذا الحرم حقيقة هذا المكان هو مكان مقدس وهذا المكان أمان في أعناقنا رسالتنا في وزارة الأوقاف من تعليمات من سمحت الشيخ أن نحافظ على هذا المكان التاريخي والموروث الديني الإسلامي الخالص لنا كمسلمين بتوفير كل ما يستلزم من خدمة الوفود الزائرة والحفاظ عليها وتكريم هذه الضيوف والشرح الكامل لهذا المكان للحفاظ عليه وإصار رسالة للعالم وتطبيق رسالة اليونسكو منظمة اليونسكو التي أدرجت هذا المكان على منظمة العالمية للتراث التاريخي من خلال شاشتكم نناشد هذه المنظمة وجميع المنظمات لأن تقف وتأخذ تقف عند مسؤولياتها باتجاه هذا المكان والحفاظ عليه أشكرك جزيل الشكرة سيد جمال أبو عرام مدير أوقف الخليل هنا في هذه المدينة مشاهدين الكرام هذا جزء وغيظ من فيض وددنا أن تعرفوه عن الحرم الإبراهيمي الشريف بذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف وكل ما تتعرض له الخليل ومحيط البلدة القديمة من انتهاكات مستمرة لسنوات ويصر الاحتلال الإسرائيلي على تفريغ هذه المنطقة من أصحابها وتهجيرهم وترحيلهم أشكركم جزيرة شكر على هذه المتابعة مشاهدين الكرام وعودة لمحمد وفرح والزملاء في الاستوديو شكرا لك زملتنا عرين العاملة كنت معنا من الخليل ونتابع وإياكم مشاهدين في هذه الجولة الصباحية وإلى محطتنا الأخيرة نعود ونتحدث عن الحملة الوطنية الكبرى لمساندة السيد الرئيس بعنوان اخترناك نعم بكل تأكيد هذه الحملة تأتي طبعا في ظل استهداف للقضية الفلسطينية أيضا استهداف للقيادة الفلسطينية للشعب الفلسطيني محاولة لابتزاز الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لمساومته على طبعا على أرضه ومقدراته وحقوقه المقرى طبعا عالميا قانونيا دوليا وشرعيا بكل الأعراف وبكل المواثيق نتحدث أكثر عن حملة اخترناك فرح طبعا مع الناشط في الحملة عبدالخالق النجار الموجود دي معنا في الاستوديو يسعد صباحك أهلا وسهلا فيه يسعد صباحك ويسعد صباح شعبنا الفلسطيني في القدس وفي شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الشتات أهلا بك معنا يعني عبدالخالق هالحملة اللي بدأت بمبادرات فعليا من الشارع الفلسطيني في مختلف المحافظات تدأت من المحافظات الجنوبية بالرغم من كل الأوضاع اللي عم بعنيها أهلينا في القطاع التهديدات اللي موجودة هناك لمنعهم من التعبير عن رأيهم لمنعهم من الدعم الشرعية الفلسطينية القيادة الفلسطينية ومع هكذا شفنا العديد من أشكال التضامن والدعم للسيد الرئيس سواء كانت بالمسيرات اللي جابت شوارع المحافظات أو حتى من خلال التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي كل هذه الفعاليات اللي تم تنصيقها حدثنا أكثر عن تفاصيلها بداية في ظل الظروف الراهنة وفي ظل الهجمة الشرسة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي وبعض الأنظمة العربية ضد القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن وجب علينا نحن في الشرع الفلسطيني أن نقول كلمتنا بأن من يمثلنا هي منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الأخ الرئيس أبو مازن وأن الأخ الرئيس أبو مازن هو سيبقى صمام الأمان لشعبنا الفلسطيني الصابر الذي عبر عن كافة صموده ونضاله عبر سنوات عديدة وضح من أجل حرية القدس والأسرة وإنهاء هذا الاحتلال وعودة اللاجئين إلى أراضيهم وإنهاء الظلم الذي موجود على شعبنا الفلسطيني اليوم شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أثبت وجوده بأن منظمة التحرير الباقية وستستمر بإذن الله نعم يعني إحنا بنتحدث أيضا عن محاولات مشبوهة طبعا دولية وأيضا محاولات للأسف من بعض ممكن الأطراف اللي ممكن تكون فلسطينية عن جهل وعن غير قصد ولربما أيضا عن تعاون خلينا نحكي بين قوسين مع بعض أيضا هذه الجهات المتآمرة الدولية اللي هي ضد منظمة التحرير وتستهدف منظمة التحرير اللي طبعا هي خط أحمر بالنسبة لكل فلسطين منظمة التحرير تعرضت كما أنت تعلم وجميع المشاهدين أعلموا بأن منظمة التحرير تعرضت من أيام أبو عمار لهجمات عديدة من أجل إرهام قرارنا الفلسطيني لأيدي خارجية ولكن في ظل صيدرة حركة حماس على قطاع غزة تحاول حركة حماس أن تثبت بأنها هي من تمثل الشعب الفلسطيني ولكن شعبنا الفلسطيني كان له كلمة بالأمس كانت لهم مسيرات ليلية في قطاع غزة وثاروا على هذه الميليشيات التي هاجمتهم في بيوتهم واعتقلتهم وهاجمتهم في مسيرتهم والتي أكدوا فيها التفامهم حول الرئيس أبو مازن وحول منظمة التحرير الفلسطينية نؤكد إحنا اليوم بأن هذه الأصوات الشازة أو المراهقين السياسيين اليوم الذين خرجوا بإسم بأنهم حراك شعبي وأنهم يضالبون الرئيس أبو مازن بن رحيل أمن الذي يرحل بكل صراحة وبكل أمانة الذي هجر الشباب الذي يفرض على الناس غرمات ويأخذ منهم من الذي يرحل الذي يرحل الذي تاجر في الشباب وتاجر في دمائهم في ثلاث حروب لم نستفيد منها شيئا واحد من الذي يرحل هذه رسالة هذه رسالة الشرع الفلسطيني يسأل اليوم من الذي يرحل اليوم الشباب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 200 ألف فلسطيني موجود وأسرة فلسطينية من قطاع غزة هاجروا خارج قطاع غزة من الذي يرحل وبين أنك ذكرت الشباب تحديدا فئة الشباب مشاركتهم الواسعة في هذه الحملة هي لافطة وملحوظة سواء كان في المسيرات الموجودة أو حتى بفعاليات أخرى فلا أي مدى مهم أولا مشاركة الشباب قدرتهم على الضغط قدرتهم على المساندة وأيضا الرسالة اللي عم بيحملها الشباب الفلسطيني بوعيه بالمرحلة السياسية اللي عم نشهدها حاليا شوفي الشباب الفلسطيني بشكل عام يتعرض إلى قهر الرجال بشكل عام منذ انقلاب حماس ولا يوجد لهم فرصة عمل لا يوجد جيش من البطالة شباب مش ملاقية يعني بيطلع على الجامعة ما معاشيكل الشباب الفلسطيني موجود في قطاع غزة يعاني الويلات يعاني الظلم يعاني القهر أغلبهم يعني ما شف شبابه يعني يعني بيعرف أنه اليوم السلطة البطنية الفلسطينية بشكل عام تمر في ظل يعني ايش حكي لك بتمر بأزمة كبيرة جدا وهجمة شرسة فاليوم اثبات الشباب والتفاف حول القيادة الفلسطينية وحول الرئيس أبو مازن هو يعني سيؤدي إلى في النهاية إلى ضمان وجود الشباب ضمان بناء مؤسسات الدولة وقيام دولتنا الفلسطينية فالشباب خيارهم والالتفاف حول الرئيس أبو مازن ومنظمة التحريض هو خيار استراتيجي لا رجعتا فيه نعم أيضا هي الرسالة وحدة وطنية طبعا من خلال كل المسيرات هذا الشباب الواعي بها المرحلة السياسية كما تحدثت فرح أيضا يدعو إلى الوحدة الوطنية التفاف الشعب حول القيادة الفلسطينية الموقف الواحد إلى العالم إلى مؤسسات العالم إلى دولات إلى كل دول العالم عفوا كلها رسالة أيضا لحماس لتعود إلى البيت الفلسطيني أنا بكل صراحة وكل أمانة بحكي لك ياها يعني إحنا تركنا المجال لسنوات عديدة أن تكون هناك لقاءات وحوارات ولكن حركة حماس أرهنت القرار الفلسطيني جزء من القرار الفلسطيني اللي هو قطاع غزة لأيدي خارجية ولم تلجأ إلى الخيار الفلسطيني ولم تلجأ إلى منظمة التحرير الفلسطينية كمماثل شرعي ووحيد لم تلجأ إلى خيار الوحدة الوطنية لم تلجأ إلى خيار إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة اللحمة لشعبنا الفلسطيني ومقول صراحة نحن اليوم نعيش فصل وهذا سبب حركة حماس نحن نعيش فصل جغرافي وسياسي عن قطاع غزة على الضفة الغربية بحكم سيطرة هذه الميليشيات نتمنى أن يعودوا إلى رجدهم نتمنى أن يعيدونا إلى عهد الوفاء والشهداء والأسرة وأن يكون عيننا فعلا إلى القدس والأقصى وإلى معاناة الأسرة وإلى معاناة أهلنا في قطاع غزة الذين يعني أنا بكل صراحة يعني جئت أنا هنا اليوم وهم الشباب أملهم تصر رسالتك نعم بالتأكيد وهذه الثوابت اللي دائما يؤكد عليها السيد الرئيس سواء كان بدولتنا وعاصمتها سواء كان بالأسرة وعائلاتهم وذوي الشهداء أيضا بالحفاب على فلسطين واحدة موحدة شكرا جزيلا لك على وجودك معنا عبدالخلق النجار ناشط في حملة اخترناك نساندة السيد الرئيس لهون مشاهدين العزاء نكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي لهذا اليوم كل الشكر لكل من رافقنا وتابعنا في حلقتنا من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم وأكيد كل الشكر إليك فرح على مرافقتي اليوم في هذا المشوار شكرا للك أنا سعيدة بوجودي معك وأكيد شكرا لطاقمنا الموجود هنا خلف الكاميرات ويبقى أملنا أن نلتقي بكم غدا في تمام الثامنة وجولة صلاحية جديدة إلى اللقاء ناركوزايد موسيقى 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 موسيقى